عشر صباح الخير احنا بناخد بهاي الوحدة عن تصرفات مالية غير مسؤولة اخدنا عن الشيكات اخدنا عن الكمبيلات اليوم بناخد عن اشي اسمه الوكالة اول اشي في عندي مجموعة من الوسطلحات المهمة اللي بننعرفها اول اشي شو تعريف الوكالة هي بارة عن عقد يعين بمجبه الموكل شخصا يتولى اتمام عمل او اعمال عدة مثل البيع او الشراء نيابة عنه وبدلا منه اذا بالوكالة في عندي شخصين الشخص الوكيل والموكل الوكيل هو الشخص المفوض والمخول قانونيا باتمام عمل او اعمال عدة والموكل هو عبارة عن الشخص الذي يفوض اخر قانونيا باتمام عمل او اعمال عدة مثال عليها اني انا احط محامي يتولى قضية عني في المحكمة انا موكل والمحامي هو الوكيل عني ما هي الشروط لتكون الوكالة صحيح وخالية من الريوب وعندي مجموعة من الشروط حتى أتأكد أن الوكالة صحيحة أول شيء أن يكون الموكل وكيء والوكيل حق التصرف الشيء الموكل به يعني مثلا أن لو وكلت شخصي بيع لأرض أقول أنا المالك لهاي الأرض ما بصير أبيع أرض غير مملوكي أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف يعني يكونوا بالغين عاقلين فلا تصح وكالة المجنون أو الصبعي أن يكون العمل الموكل به مشروعا فلا يجوز التوكيل عن الآخرين في الأعمال المحرمة لأن أوكله في شغلة حلال أن يكون العمل الموكل به ما تدخله النيابة مثلا إيش أن تدخله النيابة يعني بنفع شخص ينوب عني يعني ما بوكل شخص يصلي عني شخص يصوم عني هذه الأشياء لا تجوز فيها النيابة أنواع الوكالة عندي أنواع الوكالة الوكالة خاصة اللي هي يقصد بها التوكيل بفعل معين فقط وقد تحدد بتاريخ معين مثل بيع قطعة أرض فقط إذن إنها تكون خاصة لعمل محدد ولو فترة محددة الوكالة العامة يقصد بها توكيل بعدة أعمال نيابة عن الموكل مثل القيام بعمليات البيع والشراء مثال عليه أن يكون شخص عنده شركة وبدو يسافر جاب شخص وكل وعطاه وكالة عامة للتصرف بكافة الأمور داخل هذه الشركة الحالة التي تنتهي بها الوكالة متى أن أعتبر الوكالة منتهية إذا ورد في نص الوكالة ما يحدد مدتها بأقل من سنة مثلا إذا أنا حددت أن هذه الوكالة فقط صالحة مثلا ثلاث أشهر انتهت ثلاث أشهر تنتهي مدت هذه الوكالة عند إتمام العمل الموكل به أو كلته لبيع أرض باع الأرض خلاص ما تنتهت الوكالة وفاة الموكل أو الوكيل وفاة أحد الشخصين أحد أطراف العملية بنهي الوكالة إلغاء الموكل عقد الوكالة عقد الوكالة لازم يكون مسجل بطريقة صحيحة مسجل بالمحكمة مسجل بطريقة قانونية إذا أنا قمت بإلغاء أو معناته خلصت هاي الوكالة التغت أهم النصائح والإرشادات الخاصة باستخدام الوكالة تجنب إعطاء أي شخص الوكالة العامة وقصر ذلك على الأشخاص الموثوق بهم ما بعطي الوكالة لأي شخص بعطيها للشخص أنا على ثقة فيه قصر الوكالة على أداء أعمال معينة ومدة محددة حكينا أنواع الوكالة الخاصة وعامة يفضل أن الوكالة الآن بعطيها لأشخاص تكون خاصة محددة بأمور معين توخي الحيطة والحذر عند توكيل أشخاص ومتابعة المستجدات بصورة مستمرة إذا أعطيت مثلا شخص وكالة عامة المفروض أكون متابع للأمور اللي بيقوم فيها بشكل دائم المطلوب منكم في نهاية الدرس قراءة الدرس وأنشطته كاملة قراءة ملخص الدرس كامل حل أسئلت الدرس وإرسالها ويعطيكم العافية قراءة الدرس